اشتركوا في القناة ملك البلاد المعظم باتت تمتلك بنية تشريعية ومؤسسية تعمل على ترسيخ حقوق الإنسان مفهوماً وواقعاً عبر التطبيق الأمثل لأعلى معايير ومبادئ حقوق الإنسان كما أشهد سعادة الدكتور عبدالطيب الراشد زياني وزير الخارجية بإنجازات مملكة البحرين كان موذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرمته مثمناً تميز المملكة بمنظومة متكاملة لحماية الحقوق المدنية والسياسية وفي مقدمتها حرية الرأي والتعبير والعدالة الجنائية ونوه الوزير إلى حرص البحرين على تعزيز الشراكة مع منظمات الأمم المتحدة في المجالات التنموية والحقوقية مؤكداً عزم المملكة على مواصلة إنجازاتها في حماية الحقوق والحريات بموجب الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بدوره أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين أولت أولوية قصوى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان المستمدة من قيم المجتمع البحريني وتراثها الثقافي ودستورها الذي كفل الحريات بأنواعها المختلفة للجميع وأشار رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى أن مملكة البحرين جعلت من صيانة واحترام حقوق الإنسان أحد المرتكزات الأساسية ضمن مسيرتها التنموية ومنظومتها التشريعية التي عززت مبادئ العدالة والمساواة والتسامح واحترام الحقوق ودعم العمل الإنساني تماشيا مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في إطار رؤية متكاملة ومنظومة عصرية تعمل على تعزيز حقوق الفرد وتوفر له مقومات الحياة الكريمة اشتركوا في القناة